خلينا ننتبه يعني لكلمات الرب يسوع المسيح وطبعا الشيء اللي بعجبني في يسوع المسيح الطهارة والقداسة والتطحية يعني ما كانش بفكر في الزات مكتوب عن يسوع المسيح الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة ولكن الكارثة هنا لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة فإذا في حرب شعواء اللي بحب النور لابد أن يأتي إلى النور وكل إنسان في قلب وفي داخله عاوز يكتشف النور الرب مش رايح يترك هذا الإنسان والكتاب المقدس واضح أنا يعني اللي عاوز أقوله إذا صعب عليك اقرأ فقط إنجيل يحنة يعني ممكن تقرأه بساعة سعتين إنجيل يحنة واحد وعشرين إصحاح مش صعب وأنا بأكد لك لو قرأته رح تتغير حياتك رح تشوف أمور خارقة عظيمة لأنه النور بيفضح الظلمة والنور بيكشف والنور ببكت الإنسان من الداخل وأنا بصلي من كل قلبي مثل ما سمعنا من زكريا إنه هون فتحت عيني إنه الله يفتح العيون على فكرة بغض النظر أنت كنت مسلم مسيحي يهودي أي شخص بشاهدنا الرسالة هي واحدة أنا بتكلمها على التيفي على السوشال ميديا في المنبر في الكنيسة بسفر لأي دولة ما فيش رسالتي واضحة بجرأة بدون خوف لأنه أنا مش قصد أنه أقلل والأهين ولكن فعلا فعلا عيب إنه نحط أي نبي أي عظيم أي شخص نقارنه بيسوع المسيح ما بنفعش ما بنفعش فأنت لما بتصطدم بيسوع أنت أمام الله الظاهر في الجسد مش مجرد كلام تقول لي أستغفر لا لا جرب اقرأ وبعد ما تقرأ أحكم لأنه كثير من العقائد المسيحية مساء فهمها لأنه كثير قيادات فرضوا على شعوبهم أنه ما يقرأوا الكتاب المقدس لأنه فعلا إذا اكتشف إذا اكتشف رح يجل الحق ورح يبصر النور شيء تاني وضعوا قوانين صارمة أنه إذا شخص ترك دينه يعاقب أو يحاكم فطبعا أو لا يستطيع أن يغير ديانته أو لا يستطيع أن يغير اسمه فالدائرة تدور فطبعا إذا هذا القانون بضل فإذا عم تتحرك من خوف خايف وعم بتدافع على إله وهذا الإله الذي يعبد النبي لا أعرف مين بيعبد مين ولكن اللي عاوز أقوله أحبائي رسالة المسيح واضحة ينير يشفي يحرر يخلص يبارك أيضا طيب كان في مكالمة ممكن نرجع لها فهي الشفاء الجسدي هو عمل روحي عميق وهذا كان مفهوم التلميذ ومفهوم كمان أنبياء الله في العهد القديم يقول كتاب الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته في كولوسي لصح الأول في أفسس مكتوب لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب أسلك كأولاد نور مرة تاني بقولك استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح وهكذا أحبائي كما بولوس تتكلم عن اختباره قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض دايما النور أو فتح العيون هو دلالي على الخلاص الروحي وهذا فقط من اختصاص يسوع المسيح لا يقدر أحد أن يخلص أو كما هو مكتوب وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص هذا وإنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب من مكان حين آمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور أحبائي لا تشتركوا بأعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها لأن الشخص اللي في المسيح صار نور المسيح أيضا اشتركوا في القناة